سلطانا الله يعطيك السبر وتطور بعمر ولاديك الظاهر هذا قدري مكتوب لإني عيش بحزن وعزاب لحتى موت أنا حياتي من دون إبراهيم ما لا معنى بنوم هويام هي المسؤولة يا سلطانا لازم نلاقي طريقة مشان نتخلص منه ونبلعويها بالأسر وقال للموت رح يظل قريب منه شو طالع بإيدنا؟ هويام هلأ أقوى بكتير من الأول يا سلطانا؟ نحن ما فينا نوقف بوشها لأنه السلطان على طول بيصفى وهي عم تتغل هذا الموضوع وتساوي اللي بديها معقول نضل هيك لكان؟ قاعدين عم نتفرج ونلوم حالنا؟ هاي المرة رح تتخلص منا يا ألفة واحد ورا الثاني سلطانا؟ انت بترضي إنه دم إبراهيم باشا يروح هدر؟ ماذا عم تفكري؟ قولي عفيفة خانو، مكرا رح يكون أول يوم بعيد الفطر المبارك شو صار بالتجهيزات؟ لا تقلق ابنوب يا سلطانا، نحن جهزنا للعيد بس رح يكون حزين هاي السنة مظبوط، على أقل بالنسبة إلنا أنا ما بدي حفلات ابنوب أو أي مظهر من مظاهر الفرح بالأسر ما بصير مشان إبراهيم باشا، ما صر له كم يوم ميت ولازم الكل يراعي شعور السلطانة خديجة بهذا الوضع وحزنه الكبير على الباشا وأنا كمان عم أقول هيك يا سلطانا بس بدي منكن إنه تأمنوا كل شي مشان الرعاية يقضوا العيد وهن مبسوطين متل كل سنة لا تخلوهم يحتاجوا أي شي يا خانو، الدهب موجود بس تحتاجوا ما بدي تاكلوهم أي شي، لازم العدو والصديق يعرف إنه ما في حداد على الخوانة بالدولة وكل خاين رح ياخد عقابه عفيفة خانو مريني سلطانة هويام أكيد الناس عم يحكوا كثير عن موت الباشا إليلي أنت شو رأيك بالشي اللي صار؟ بما إنه مولاي هو اللي قرر هذا الشي، معناته معه حق بها التصرف ولازم يتعاقب وين أنا هالدورة؟ راحت حتى تشوف السلطانة خديجة بس بكرة الصبح رح ترجع على الأسر مشان العيد الله وحده بيعرف شو بتكون عم تساوي هونيك مو بعيدة تكون عم تعبيلة براسة للسلطانة سلطانة هي البنت خادمة سادة عندي هي اللي انقذته من الموت لمصطفى أنا واثقة إنه رح تساعدنا يا سلطانة وتنتقم لنا نحن شو رح نخسر إذا جربنا؟ الموضوع مو بها السهولة يا ناهي الدوران كتير خطير تقدر تعمله؟ وافقي انتي وشو فيها سلطانة؟ سلطانة؟ الله يخليكي فكري شوي، الموضوع مو سهل بنوب نحن مونا قصنا بالويتاني هلا شو بده يصير؟ شو ممكن يساوي فيني أكتر من هيك؟ هويام أخدتلي روحي كيف رح سامحه؟ حكيت أنا والسلطانة شهرزات بالموضوع وعدتني إنه هي رح تساعد حضرتك يا سلطانة شو رأيك إنك تستشيريها؟ هاد الموضوع بخصني لوحدي وبعدين أختي على طول بتنسوا عودة أنا بعرفها ما رح أنطر أكتر من هيك الحية هويام لازم تتعاقبوا بأقرب وقت وأنا ما رح أرتاح قبل ما أخد بتهري وين الخانو؟ جيبوها لعنتي منيح اللي إجيتي عالعيدي يا ناهد دوران كل عام وأنت بخير وينعاد عليكي أي خير هادو أنت للثاتق موجودة ما في خير طالما عم تتنفسي شايفي الوقت مناسب لهيك حكيف؟ لو الوقت مناسب كنت بقتلك ناهد دوران عفيفة خانو مريني سلطانة هويام عملتوا مثل ما قلت لكم وبعدتوا خبر للسلطانة بيان لا تجي؟ إيه يا سلطانة بس السلطانة خديجة مريضة شوي والسلطانة بيان ما فيها تتركها لوحدة بهذا الوضع مشان هيك حضرة السلطانة ما رح تقدر تجي له الله يعافي ياه دستور حضرة السلطان سليمان المعظم مولاي ينعاد عليكم بالصحة والعافية أنا بدعي لربي بهاليوم الفضيل أنه يطول بعمرك ويخليك فوق راسنا آمين يا أختي ينعاد عليكم بالصحة والسلامة أهلين يا ناهد دوران كيفك؟ داعيت لك بطول العمر يا مولاي بشكر الله اللي كتب لي أنه يشوفكن بصباح حيث العيد إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة يا رب آمين مولاي ينعاد عليك بالخير يا هويام وأنت بخير مولاي الله يطول بعمرك ويديمك فوق راسنا مريم ينعاد عليكم بالصحة والخير يا مولاي الله يخلي لي إياك ويطول بعمرك يا مريم وإن شاء الله أظلني يشوف وشك الحلوة على طول عم يضحك سليم بيازيد كل عام وأنتو بخير يا أولاد أنت بخير يا مولاي وأنت بخير مولاي الله يطول عمرك ويخليك فوق راسنا جهانجير يا ابني البطل ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا مولاي ينعاد عليك بالصحة والسلام يا أولفك بابا وأنا عم تخديجة ليش مو معنا مو اليوم عيد موسيقى بعدين بحكي أنا وياكي أنا تعباني شوي اليوم مثل ما بدك سلطانة نحنا أكيد رح نلتقي هويام سلطانة ناهي الدوران استني أنتو قيمت رح ترجعوا عم نيسا؟ خبروني أنك يا سلطانة كتير مبسوطة هونيك أنا بعرف كل شي ساويت يا هويام جولة نار خانه مع ترفت أنه أنت اللي بعدتيا مشان تقتله للأمير مصطفى وأنت كنتي ورا موت حفيدي ما بعرف ليش أنا المتهمة عطول بنظركم إذا كان حفيدك مات بمرض الجدري أنا شو دخلني بمرضه؟ جاسوستك عادته وفاطمي خانه مشان قتحالها بس ربنا رحمته واسعة كتير مفضلته لمصطفى حامل شو بدي قلك ألف مبروك أمت بار كلي بكل وقاحة وكأنه ما ساويت أي شي بنوم؟ أنت كيف تجرأتي تفتري على إبراهين باشا قدام مولاي السلطان؟ الكل بيعرف أنه أنت السبب بيموته ناهي الدوران واضح أنه أعصابك متوترة أصدي قلك واضح أنك كتير خايفة ما هيك؟ الباشا طول عمره واقف بيصفكن وبيدافع عنكن أنت وابنك الأمير يا ترى هلأ دور مين؟ أنا ومصطفى؟ معقول بعد كل شي ساوتي ما أنا كلنا أدراني أنه تكملي حياتك بها السهولة؟ ما لك سمعاني بالعدالة الإلهية؟ أكيد بيوم رح تتحاسب على كل شي ساوتي ناهي الدوران هي العدالة اللي عم تحكي عنا هلأ تحققت لأنه هي البلاوي اللي عم بتشوفيها أنت وغيرك هي تمن الزنوب اللي عملتوه بحقي لا تذعلي من مولاي يا سلطانا هو عمل هالشي أكيد مشان ما تتعذب كل ما شفتيون مولاي هو سبب عذابي هاد بده يخفي أي أثر تركه إبراهيم وراه لأنه بيذكروا فيه بس السلطان نسيان إني موجودة ورح دافع عن ذكرى زوجي الباشا حتى آخر نفس إبراهيم طول عمره كان مخلص للدولة والسلالة وحقق له انتصارات وإنشازات مشان هيك اسمه رح يخلده التاريخ لأنه قائد عصير دستور فريال شو جا تتساوي هون؟ معقول تدخل على القصر بعد كل شي عملته بخديجة؟ ما بعرف شو جابه لهون يمكن جاية تشوف السلطانة وتحكي معها ألفت نحن هلأ لحالنا تعرفي لوين أخدوها لنور؟ لا الله لا يدوي أحد يلي دائته الله أعلم وين وكيف دي عنا شو أخبار؟ صارت بالأصر سلطانة وسميناها فخرية ألفت رح تعطيها وظيفة بالحرم لك خديجة عنا ضيفة بالأصر شهرزاد وأخيرا شرفت من هونيك سلطانة، سلطانة شهرزاد هلأ رح تصير بصفنة بها الفترة بالذات وخاصة أنه لطفي باشا هلأ صار من أعضاء الديوان كل واحد هلأ عم يدور على مصلحته غياب إبراهيم فرصة عم يحاولوا يستغلوها لطفي باشا من يحيا سلطانة وجوده هنيك رح يكون له فايدة كتير كبيرة إلنا سدقيني خديجة؟ أنا كنت رح روح اليوم على الأصل مشان بارك لك عرفت أنه لطفي باشا صار وزير قبة بالديوان شكراً لها الدوران صار اللي تمنيتي سلطانة كتير انبسطت لأنك رح تظلي هون هويام ما رح تكون مبسوطة بوجودك ومين أصلاً محتم فيها لسة هويام؟ أنا بتهمني إلي وحدي ما رح أرتاح بنوب إلا لما أنتقم منه واقتله طمّن يا سلطانة عن قريب رح تتعاقب على كل شي عقاب شو؟ هويام غلطته لازم تدفع التمن و الله سبحانه وتعالى لابد بيوم من الأيام عاقبها مهيك سلطانة؟ معك حق الله سبحانه قادر على كل شي إمتا بتكن ترجعوا على مانيسا؟ أنا ومصطفى راجعين بعد عيد الفضر يا سلطانة قبل ما ترجعوا حبي إني شوف مصطفى وأحكي معه بكم شغلة إيه أكيد رح شوف الأولاد شوي سلطانة، ليش عم تخبي الموضوع عنا؟ نحنا شو اتفقنا؟ يمكن تقدر تساعدنا؟ هم بعدين لطفي باشا ممكن أنه يصير وزير بالدولة هاد الموضوع لازم يضل سر بيناتنا وما حدا يعرف فيه ناهي الدوران وبعدين أنا ما بضمن إنه شهر زاد ما تروح تخبره له يام أنا خايفة إختي توقف بوشي أنا مونة قصني أبدا عم تفهمي علي ناهي الدوران يحيا أفندي قل لي خيا شوفي، السلطانة بعتت معك شي؟ السلطانة بعتت لكم هالمكتوب يا يحيا أفندي زمرد آغا، روح لعند السلطانة وبلغها إنه بكرا رح كون بانتظارها يحيا أفندي شوفي، السلطانة هويام ما رح تسكت عن الشي اللي عم بيصير حضرتها، وعدت إنه إذا أي حدا دري بهي القصة رح تكون النتائج وخيمة أنت شو بتقصد يا آغا؟ أنا أصدي خايف إنه هدا الوضع يأزيه للسلطانة زمرد آغا، شوف شغلك سلطانة شو مكتوب بالرسالة؟ سلطانة، مو متل ما عبد فكري، هذا موضوع تاني هات لي شوفها سلطانة قلت لك عاطيني إياها لكن بديت شوفك بكرة مريم متل أمة ما بتستحيب نوب أنا سفق ونبهتك ما قلت لك الحب اللي بيناتك لازم ينتهي؟ سلطانة أنا ما فيني ما عم بقدر أنت بوضعك هلأ مجبور يا تشالي جالي أنت نسيان الأمير ومسؤوليتك تجاهه أنت مسؤول عن حمايته والدفاع عنه بس الواضح بهالعناد أنت متقصة تأذيه سلطانة كل الموضوع أنا واثقة أنك بتحبه للأمير مصطفى وما عندك أي نية سيئة بس هذه الحب رح يجبله المشاكل لمصطفى وعلى قصة رح تكون نقطة ضعفه وقت رح يستغلوكم مؤامرته ويمكن يستولوا على العرش ويتخلصوا منه سلطانة من المستحيل إن يخونوا للأمير القرار إليك يا تشالي جالي يا بترجع معنا على منيسة يا أم بتخسر كل شي سلطانة عفيفة خانون شو اللي عم يصير كيف بتسمحي لون بهالشي سلطانة اسمحيلي اشرح لك شو اللي بدك تشرحي وقفوا رأس سلطانة ما كان عندي علم بوجودك هون سمعوني كلكون الوزير الأول إبراهيم باشا توفى من فترة واللي هو صهر سلطان الدولة العثمانية العالية هالحادسة ما مر عليها أربعين يوم انتو شلون بتتجرقوا وبتعملوا هيك حفلة سلطانة ما في داعي نحكي هون شو رأيك نروح لجناحي ونتناقش ما عندي شي لأحكي مع واحدة وقحة متلك يا هويام انتبهي على كلامك يا سلطانة انت شو قلتي؟ ما بيصير انك تحكي مع السلطانة هيك مريم روحي على غرفتك فورا سلطان تحركي مريم مولاي عم تعملي هالشي لتزعجيني مو هيك؟ ما بيكفي اللي عيشتيني يا ما بيكفي انك قتلتيل إبراهيم شو لسه بدك كمان قولي شو لسه بدك تتاوي سلطانة موت إبراهيم أنا ما لي علاقة فيه عاففة خانم طلعي كل الجواري من هون فورا هالحفلة انتهت دستور حضرة السلطان سليمان المعظم موسيقى موسيقى روحي على أصرك يا خديشة أنا بالحداد يا مولاي وهي أمو محترمة هالشي ومساوية حفلة هون بالأصر اللي هالشي بيجوز لأنه أنا اللي سبحت الله رجعي على أصرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة